اهلا بكم النهاردة هجاوب على سؤالين اتكرروا كتير اوي انا طبعا جاوبت الناس اللي بترسلني على السؤالين دول بس قلت لو عملت فيديو هيكون انتشاره على نطاق اوسع وممكن يفيد ناس اكتر السؤال الاول ايه رايك في التمر والعسل التمر اللي هو البلح التمر فيه قيمة غزائية عالية جدا فيه فيتامينات وفيه معادن فيه الياف فيه فيه ماغنيزيوم كوتاسيوم حديد نحاس فيتامين بي سيكس فقيمة الغزائية عالية جدا لكن عالجانب الاخر بيتمتع بنسبة سكر عالية جدا وزي ما احنا اتفقنا قبل كده ان السكر احد اعداء امراض جهاز المناعة عشان كده مهم اوي ان احنا نمتنع عن تناول السكر نهائيا لغاية لما يتم الشفاء العسل نفس الموضوع بيتمتع بقيمة غزائية عالية جدا طبعا ما بيحتويش على نفس النسبة الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في التمر لكن في حاجات تانية فيه مضادات اكسادة مضادات فطريات مضادات بكتيريا ومضاد الالتهابات يعني ممكن لو فيه شخص عنده التهاب في زوره بينصح ان انت تاخد عسل بس على شرط يكون العسل ده خام مش متباستر لانه الشركات بتعمل ايه؟ علشان تضمن سلامة العسل بتخليه مر بمرحلة الباسترة علشان تقتل البكتيريا الضارة عملية الباسترة للأسف زي ما بتقتل البكتيريا الضارة بتقتل كمان الانزيمات والمضادات الاكسادة ومضادات البكتيريا اللي موجودة في العسل فبيصبح بارة عن سكر فهو قيمته الغذائية كويسة لما بيكون خام جاي من المزرعة خام بدون باسترة لازي يكون فده ممتاز وفعال للناس اللي ما عندهمش شكوى مرضية انما لمريض جهاز المناع المزمن او القولون التقرحي بالاخص يفضل ان هو ما ياخدش عسل زي التمر بالزبط قيمته الغذائية عالية لكن بيتمتع بنسبة سكر عالية وده خطر ايه السبب ليه احنا بنقول ان السكر مش كويس لمريض جهاز المناع او مريض القولون التقرحي بالاخص السكر هو غذاء لنوع معين من البكتيريا طبقا للأبحاث عدد خلايا جسم الانسان 30 مليار خلايا بشرية لقوا قصادها في المقابل نفس العدد 30 مليار خلايا بكتيرية عايشة معانا يعني احنا نصنا بنى قدمين نصنا بكتيريا فمعنى كده ان انت وانت بتاكل بتأكل معاك البكتيريا اللي عايشة معاك البكتيريا هي عايشة فين؟ عايشة على سطح الجلد في الامعاء في القولون في ودانك في منخيرك في بؤك موجودة في كل انحاء جسمك 30 مليار خلايا بكتيرية كأنهم حيوانات بيأكلوا معاك ويتكسروا ويزيدوا في منهم الضار وفي منهم الصديق السكر هو الغذاء الأساسي للبكتيريا الضارة البكتيريا الضارة لما بتزيد عددها وبتتكسر لأنها زال حيوانات بالضبط بتفرز او بتنتج كيمويات بتأثر بالسلب على صحتنا بانها بترفع نسبة الالتهابات في الجسم سواء التهابات المفاصل او التهابات القولون وبتؤدي الى التقرحات او التهابات الغذة الصماء مثلا زي الغذة الدرقية الغذة الدرقية مرض من أمراض جهاز المناعة فأمراض جهاز المناعة متعددة لكن الأسباب تقريبا واحدة فعشان كده التمر والعسل قيمة غذائية عالية لكن بما انهم يحتوى لنسبة سكر عالية فمش مستحبين نهائي انا بنصح انك تنتظر بالغاية لما الأعراض تزول تماما وتحس ان انت شفيت ممكن تبتدي تدخل التمر والعسل بجرعات قليلة وترائب رد فعل جسمك لو لقيت ان مفيش مشكلة ممكن تستمر في تناولك للعسل والتمر لانهما قيمتهم الغذائية كويسة السؤال الاول السؤال التاني هل لو احنا مشينا على نظام غذائي صحي هل ممكن نوقف الأدوية انا طبعا بجاوب للناس اللي بترسلني بقوله لا وطبعا بنشر ده على الفيديو ما ينفعش ان انت توقف الدواء الا بامر الطبيب للأسباب التالية اللي حصل في عصرنا الحديث حصل ابحاث جديدة وكتيرة على العلاج البديل فالطب بدلوقتي مقسوم لنوعين النوع التقليدي القديم او اللي بيسموه اللي هو العلاج بالعققير والأدوية بتروح للدكتور بتوصف له الاعراض بيكتب لك كروشيتة والنوع التاني اللي هو الفعال او العلاج البديل بتروح للدكتور بتوصف له بيقولك اوكي لازم نغير نمط حياتنا وجزء كبير قوي من نمط حياتك هيكون مرتبط بالأكل فده لي وجهة نظر وده لي وجهة نظر وجهة نظر الطب التقليدي ان الجهاز المناعة وصل لمرحلة ما بيقدرش يفرق ما بين بروتينات الجسم والمرض الحقيقي وبيعتبر ان بروتينات الجسم هي المرض وفي عن طريق الخطأ بيهاجمها وبيهاجمك وبيحصل العطل او الخلل او المرض او الاعراض في عضو معين في الجسم فلو كنا بنتكلم عن القولون تقرحي بيحصل التهابات في القولون وبعد كده مع مرور الوقت الالتهابات تتحول الى تقرحات ويحصل نزيف فلما بتروح انت للدكتور وبتقوله الاعراض كذا 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 بيكتبلك الدواء على اعتبار ان الجهاز المناعة مش عارف يقرأ بالزبط ايه المشكلة وبيهاجمك بدلا ما يهاجم المرض لانه مش عارف يفرق ما بين بروتينات الجسم والامراض اللي هو المفروض يهاجمها فالادوية اللي احنا بناخدها هي متعددة الانواع لكن ادوارها كالاتي في نوع من الادوية بيشتت خلايا جهاز المناعة ويضعفها جهاز المناعة لما بيلاقي ان فيه خلل في المنطقة معينة او فيه عضو مريض بيبعت الجيوش بتاعته عشان تدافع عشان تحميك فمن وجهة نظر الطب التقليدي ان احنا جهاز المناعة بيهاجمك فعايزين نضعفه بيدي ادوية بتشتت وتضعف الخلايا بتاعت جهاز المناعة اول ما جهاز المناعة يبعت الجيوش بتاعته للحرب في المنطقة دي الدو يخش يتصرف بالزبط كأنه سموم فجهاز المناعة يبتدي يفكر في ان فيه سموم بجانب المرض الاساسي اللي هو عايز يحاربه فيحصل له تشتيت عملية التشتيت دي بتعمله عملية ضعف زي كأنك عندك كتيبة في الجيش وبدلا ما بتحارب كأنها ايد واحدة لأ بتتشتت وبتضعف ومن هنا بيبقى دور الدواء بيقوم بدور السموم فبيعمل تشتيت واضعاف لجهاز المناعة ده نوع فيه نوع تاني من الادوية بيعمل سد بيعمل حاجز جهاز المناعة يبعت الجيوش بتاعته ده يروح موقفه يقوله ستاب انت ممنوع من المرور ممنوع تعدي من المنطقة دي بس بما ان احنا عندنا جهاز مناعة زكي بيلتف حوالين الدواء ويخش له من مكان تاني وهنا بقى بتحصل اللي احنا بنسميه الاعراض الجانبية كل دواء من الادوية اللي موجودة في السوق لها اعراض جانبية لان جهاز المناعة ما بيسكوتش هو عايز يقوم بدوره هو شايف ان فيه خطر على حياتك وعايز يحميك فبيلتف حوالين الدواء وبيحاول ان هو يهاجم المنطقة دي من زاوية تانية فبيأثر بالسلب على اعضاء تانية في جسمك بيحصل الاعراض الجانبية بتروح للدكتور بتشتيله بتقوله ده حصل كذا كذا تعبت من الدواء ده يقولك طب ما تقلاش هغيره لك كتب لك دواء تاني شركات الادوية بتتبارة في تخليق ادوية متعددة بحيث انها تهبط جهاز المناعة من وجهة نظر الطب التقليدي ان جهاز المناعة قوي جدا بس ماشي في الاتقال الغلط فاحنا عايزين نهبطه عشان كده اللي بيحصل ايه انت بالادوية بتلجم جهاز المناعة وبتفرمله لو جيت وقفت الادوية فجأة كأنك طلقته وشلت من عليه الحمل او الفرامل او الحواجز فممكن يحصل رد فعل قوي جدا يصيبك بنوبة عنيفة من الاعراض عشان كده مش مستحب ان انت توقف الادوية الا بامر الطبيب على الجانب الاخر الطب البديل او بيفكر ازاي بيقول لا احنا دلوقتي مش عايزين نعالج الاعراض لان الاعراض دي عبارة عن جهاز انذار وليس امراض لو حصل ان في عندك التهابات في منطقة معينة في جسمك او اوجاع في منطقة معينة او غدة من الغدد مثلا زي الدرقية فيها خلل في وظيفها ده مش مرض ده عرض فبدل ما نعالج العرض لازم نشوف السبب نشوف جزور السبب وجزور السبب اتفقوا مع الابحاث انها تقريبا واحدة نمط الحياة وجزء كبير من نمط الحياة هو اسلوب اكلنا انواع الاكل اللي احنا بنأكلها زي ما يكون عندك عمارة بالظبط انت عايز تبني مبنى لو انت عندك خمات عالية الجودة هتبني عمارة كويسة والبيت هيقف على حيله لو انت عندك خمات ضعيفة البيت هينهد وده اللي بيحصل احنا المفروض انما نيجي ناكل بناكل اعلى واجود انواع الطعام يوم جسمك يتمتع بصحة جيدة يوم وظيف جسمك تقوم بدورها على اكمل وجه مايحصلش فيها خلل لما بناكل بقى اللي هو الاكل التقليدي او الاكل اللي هو بيسبب التهابات جسمك بينهار والخلايا الداخلية بتاع الجسمك والعضاء الداخلية بتنهار وما بتقومش بوظيفة ويبتدي يحصل خلل في جهاز المناه لانه عمال يقرح ده ده غلط فالفونكشنال ميديسن او العلاج البديل او الطب البديل بيقول ايه بيقول احنا نعالج السبب ما نعالجش العرض لان مهما ما عالجت العرض هيرجع تاني لانك انت مغيرتش اسلوب حياتك طيب ايه الحل الحل ان احنا هنمشي بالتوازي الطب البديل مع الطب التقليدي يعني انت مش هتبطق الادوية انت هتمشي بالدواء وهتمشي بالنظام الاكل الصحي بالتوازي واول ما الاعراض تقل تستشير الطبيب بتاعك وتقول له انا دولوقتي اتحسنت وحسن الاعراض بتاعت اقل ايه رأيك اقلل ولا امنع وهو هيقول لك وساعتها هتبقى في الامان انا فاكر تجربتي الشخصية انا زي ما قلتلكم مابل كده في فيديو قديم ان انا مريت باربع السنين مع التقالي وانت قرحي جربت فيه انواع كتير من الادوية لان كان كل دوا باخده بيحصل لي رد فاعل اروح للدكتور ويقول لي طب اه اغيره لك بس انا فاكر في اخر سنة حصل عندي ارتفاع في انزيمات الكبد مش عارفين السبب ايه فكان مطلوب مني ان انا اعمل تحليل شهري كل شهر لازم ياخدوا عين الدم يحللوا عشان يشوفوا وظيف الكبد شغالة ازاي فاخر تلات شهور لما ابتدت اقرأ عن الطب البدير والاكل والنظام الغذائي الصحي وبتدت اغير نظام اكلي هسيت بتحسن فروحت للدكتور بتاع التحليل عشان اشوف بقى نتيجة التحليل الاخيرة فقال لي ياهو ايه اللي حصل بالضبط وظيف الكبد اتزابطت وحالتك اتحسنت ايه اللي حصل بالضبط فقلت له انا غيرت الدايت فرح رح راجع في الكرسي بتاعه الورا شابك صابعه انا فاكر المنظر بالضبط حطها فوق راسه ورجع الورا وقال لي what are you talking about فانت بتحكي عن ايه بتتكلم عن ايه فقلت له انا غيرت الدايت قطع اياميها ماشي على نظام اسمه raw vegan diet الاكل النباتي الني كنت باكل خضار وفاكهة ومكسرات فقط لغير عاد تقريبا سنة ونص او سنتين خضار فاكهة ومكسرات فقط لغير فقال لي ايه اللي انت بتقول علي انا اول مرة اسمع ان ممكن نظام اكل يغير من صحة بني ادم او يشيل اعراض او طوله هو ده اللي حصل قال لي عموما هنهكتب التقرير وابعته للدكتور بتاعك لما روحت للدكتور بتاعي وبشرح له عمال لي ايه كده يعني قال لي ايه اللي انت بتقول عليه ده يعني ما فيش انا طبعا ما اقدرش ازم في الاطبه لانه ما هو ما درسوش تغذية وانا ليا اصدقاء اطبه وسألتهم ترموا انتوا ليه ما يعني ما بتعترفوش بالاكل قال لي لان احنا ما درسناهوش في الكلية كفلة الطب فطبعا انا ما اقدرش ازم في الطبيب الطبيب بيساعدك بالطريقة اللي هو اتعلم فيها هو اتعلم تشخيص المرض وكتابة روشيتا لصرف ادوه معين ضد المرض ده فقط لغير فانا ما اقدرش ازلم الطبيب واقول ان هو مش فهم لا هو فهم كويس قوي لكن في حدود اللي اتعلمه وعلى حسب ما انا عرفت من اصدقائي الاطباء ان هم ما درسوش تغذية فما اقدرش الومهم لكن بما ان فيه مجال تاني اسمه الالتورنتيف ميديسن او فانكشنال ميديسن او الطب البديل ممكن امشي بالتوازي مع الطب التقليدي لغاية لما اوصل لبر الامان في النهاية بتمنى الشفاء لكل مريض ولو عندكم اي اسئلة من فضلك ابعتلي استنوني في الفيديو اللي جاي شكرا اشتركوا في القناة